السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا دوما مع كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين وما زلنا في النظر والتأمل في صور القرآن الكريم خطاب الله تعالى ما هي المقاصد والاشارات والرسائل التي يريد المولى سبحانه وتعالى ان يبلغها لخلقه ولعباده وما زلنا مع ترتيب نزول القرآن حسب الوقاع والاحداث اللحظة وصلنا الى سورة عظيمة مباركة انها سورة الاعراف وهي سورة مكية سورة الاعراف هي من السور الطوال كما هو معلوم ان في القرآن الكريم سبع طوال السبع الطوال هي سور فيها احزاب كثيرة ومتعددة منها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف تسمى بالسبع الطوال وهذه السور منها ما فيه اربعة احزاب او تلاتة او اكتر او اقل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي بها في المغرب والعشاء سورة الاعراف نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف صعبة في وسط المرحلة المكية لا زال في مكة المكرمة ولا زال يقاوم ولا زال ينصح ويدعو ويصدع بالحق من اجل تركيز قضايا الايمان لحد السعاء ايه الاحباب الكرام كما لاحظتم لم نتكلم عن العبادات لم نتكلم لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن الاحوال الشخصية ولا على قضايا الدولية ابدا كل كلامنا لحد الساعة منذ ان بدأنا هذه السلسلة في تفسير القرآن الكريم والتأمل في معانيه انما القضايا المطروحة في القرآن المكي في اول المرحلة كان هو التركيز على قضايا العقيدة عقيدة التوحيد عقيدة اللا اله الا الله وان محمد رسول الله ربنا عز وجل اراد ان يثبثها في القلوب اول قضية يهتم بها القرآن وهو التربية على العقيدة ثم بعد ذلك اقناع الناس ان هناك بعث ونشور وجزاء وخلود ابدي فبعض الناس قد لا يؤمن بان هناك بعث ولا نشور يقول حياة دنيوية نعيش نحيا نرتع نستمتع ثم بعد ذلك نموت ونفنى ونبيد ولا يكون الا ما نريد لكن القرآن الكريم جاء يؤكد بان الحياة الدنيا فانية وقصيرة جدا 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 وبعدها موت ثم بعث ونشور ثم جزاء وحساب ثم بعد ذلك اما جنة او نار وجاء القرآن الكريم يحكي عن قصص الانبياء والمرسلين ويحكي عن قضايا متعددة غايتها تتبيت الايمان بالله سبحانه وتعالى فلم يكن من مقاصد القرآن المكي ان يتحدث عن العبادة لحد الساعة لم تشرع اي عبادة ما كي لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا اي شيء كي فقط قوة الايمان واليقين كان ربنا عز وجل يربي نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها وسيدنا محمد بدوره يربي صحابته من الاوائل الذين اسلموا الذين كانوا يتجمعون في دار الارقم ابن ابي الارقم تسمى عندهم تربية ارقمية التربية الارقمية هي التربية القوية اليوم نلاحظ ان بعض الشباب المعاصر يبحث عن التربية الارقمية فلا يكد يجدها اليوم نجد هناك تيارات في مجتمعنا المعاصر تيارات متعددة ونجد اتجاهات مختلفة وكل يغني بليلة لكن التربية الايمانية الحقيقية هي التي بدأت في دار الارقم ابن ابي الارقم تربية خالصة ما فيها لا تأثير شرقي ولا غربي ولا تأثير سياسي ولا ايديولوجي بل تأثير رباني خالص انطلاقا من القرآن الكريم مباشرة ودون وسطة تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نتأمل في هذه السورة سورة الاعراف التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين اذا مستضعفا في الارض وكان كفار قريش يجابهون هذه الدعوة الاسلامية وكانوا يكذبون كل ما يأتي به النبي الكريم هذه السورة سورة الاعراف طويلة جدا فيها قضايا متعددة واولها هو تصحيح التصور حول حقيقة الكون والوجود لان بعض الناس عندهم تصورات متعددة حول الكون وحول الوجود فالفكر الغربي مثلا والفكر الاغرقي والفكر الروماني كل هؤلاء كانوا يعتقدون بان الكون والطبيعة هي ضد الانسان فالانسان يتعلم ويتقوى من اجل ضبط هذه الطبيعة ومن اجل ان يتحكم فيها والطبيعة بين الفين والاخرى تغضب عليه فتأتي هناك فيضانات وزلازل او يأتي هناك جفاف او هجوم جراد او غير ذلك جاء القرآن الكريم في سورة الاعراف يصحح حقيقة الكون والطبيعة انهما مخلوقان من مخلوقات الله وربي سخرهما لمن الانسان لكي ينعم هذا الانسان ليس هناك شيء اسمه غضب الطبيعة الطبيعة مأمورة والامر هو الله سبحانه وتعالى والانسان كلما كان منسجما مع شريعة الله وطريقة الله كلما خضع له الكون وخضعت له الطبيعة وصارت في خدمته وتعطيه من خيرتها وكلما عصى هذا الانسان ربه وكلما تألها الا وغضبت عليه الطبيعة بزلازيلها وبراقينها وفيضاناتها وموجاتها من انواع تسونمي وغيرها والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية تعالوا بنا نتأمل في هذه السورة كل يوم نأخذ جزءا منها وسوف نحلق في عوالم الملكوت سوف ترون بان هذه السورة فيها مشاهد غريبة كاميرا القرآن الكريم ستنقلنا الى عوالم مختلفة مرة فوق الارض ومرة فوق السماء ومرة تسبح فينا في الماضي الصحيق ومرة اخرى تأخذنا الى المستقبل العميق ومرة اخرى تحط بنا في منازل حضارات وثقافات وامم بائدة وغير ذلك من خصائص القرآن الكريم هذا الاعجاز الرباني يقول الله تعالى في مطلع سورة الاعراف بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاب كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون هذه الايات القرآنية هي مقدمة سورة الاعراف لان بعدها سيدخل القرآن الكريم الى قضايا اخرى بعدها قال ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين هنا سوف يدخل القرآن الكريم الى حلقة اخرى وهي حلقة اول قصة في تاريخ البشرية يذكرنا الله تعالى بحقيقة امرنا من نحن وكيف كنا وكيف سرنا لكن اليوم سوف نكتفي بمقدمة سورة الاعراف وبعدها كل يوم سنجتزئ حوالي عشر آيات عشر آيات فيها مقاطع كل مقطع تحدث عن مرحلة من مراحل الحياة ومن مراحل الوجود ومن مراحل الصراع الصراع بين الحق والباطل الصراع بين الإيمان والكفر الصراع بين الخير والشر الى لقاء الله في مطلع الصورة يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ميم صاد هذا المطلع من الحروف المقطعة يشير بها القرآن الكريم على ان هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الاحرف العربية التي يستخدمها البشر ولهذا ربنا عز وجل تحداهم ان يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا ان يؤلفوا مثل هذا الكلام وهذا بدثه برهان على ان القرآن من عند الله فلا يستطيع اي بشر وقد اتي الحروف العربية والابجدية ان يضم بعضها الى بعض ويؤلف كلاما منمقا فيه معاني ودلالات وعبر مثل القرآن وهذا هو الرأي الغالب عند علماء التفسير تسمى الحروف المقطعة انما هي حروف ابجدية ساقها الله تعالى لكي يتحدى بها ان تأتوا بمثله هناك بعض العلماء قالوا لا الحروف المقطعة اسرار منهم مثلا من قال بانها تشكل رموز لفتوحات فكأن خزائن الله المغلقة نفتحها بمثل هذه الكلمات اذا ذكرناها في مواضع محددة ومنهم من قال معاني اخرى مثلا الافلام ميمصاد قال عنها ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن قال معناها انا الله افصل بينكم الافلام ميمصاد انا الله افصل او افصل فيما بينكم ومعنى الحروف اول الكلام يؤكد بانها فعلا تحدي كتاب امزل اليك فلما دكر اسم الكتاب بمعنى ان الحروف الابجدية بها ركب هذا الكتاب هذا الكتاب ليس من صنع محمد من يدعون بان محمد كان على الطلاع للتقافات الاجنبية ودرس الكتب المقدسة وكان له حوار مع احبار بني اسرائيل ومع عباد النصارى هذا كله كلام باطل سيدنا النبي كان امي يرعى الغنم لم يقرأ ابدا ولا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا حتى الحساب فالكتاب الذي اتى به ليس من صنعه وليس من اختلاقه وليس من تأليفه بل هو من عند الله كتاب امزل اليك امزل اليك يا محمد من عند الله فلا يكن في صدرك حرج منه سيدنا النبي في هذه المرحلة كان يتحرج كثيرا لانه كان يتعرض للهجوم من طرف المشركين ومن طرف المعاندين ومن طرف الملحدين يقولنا يا محمد تاتين بكتابه اساطير الاولين نحن لسنا في حاجة الى هذا الدين ولا الى هذه العقيدة ولا الى هذه الشريعة نحن في غنية من ذلك وانت طالب دنيا يا محمد انت تريد الزعامة وتريد القيادة وتريد المال او تريد النساء او السلطة او غني ذلك فسيدنا النبي كان بريئا كان طاهر اطهر قلب في تاريخ البشر هو قلب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا ربنا سبحانه وتعالى اودعه هذا السر القرآني فربنا يوسيه يقول يا محمد فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هذا الكتاب القرآن الكريم له اتجاهان الاتجاه الاول للانذار والاتجاه التاني للذكرى فالانذار هو موجه للمخالفين في الرأي وفي المعتقد من المشركين والكافرين والملحدين واللدينيين فانت تنذرهم تخوفهم لعل قلوبهم تخشع وتخضع اما المؤمنين فهؤلاء لست في حاجة لكي تنذرهم المؤمنين ذكرهم ولهذا نلاحظ عند بعض الدعاة في الوقت المعاصر حينما يكون مع اهل الايمان واليقين ليس دائما يأتي بالحدث عن النار وعذاب القبر والمحشر بل يتحدث غالبا عن رحمة الله وعن لطف الله وعن ما اعده الله من نعيم خالد للمؤمنين في جنات الفردوس لان هذه الفئة من المخاطبين هم مؤمنون فنحن نذكر بعضنا بعضا بالخير فتجد بعض الصالحين في مجالسهم دائما يذكرون الرحمات والبركات والكرامات الالهية ولا يكادون يشيرون الى الحديث عن النار والعذاب الا بشكل خفيف ثم يمرون بسرعة وهذا كلام صحيح لان الخطاب الديني بالنسبة لأهل الايمان لا بد ان يكون فيه الذكرى والتبشير والحديث عن العذاب يكون لغير المؤمنين لعلهم يرتدعون لتنذر به وذكرى للمؤمنين ثم قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون الخطاب موجه للعموم الناس في هذا الوجود عندهم افكار وعندهم ايديولوجيات وعندهم توجهات تذكرك انت حر فيه ولكن سؤال هذا التفكير هل هو مصدره رباني الهي نوراني ام انه له اتجاه بشري قد يكون ماركسي قد يكون لينيمي قد يكون هتليري قد يكون وجودي قد يكون اشكال وانت حر اعتقد بما تشاء لكن اعلم بان التفكير يؤثر على السلوك وعلى العمل والسلوك والعمل هو محاسب عليه الانسان لان الله تعالى قد وضعنا على المحك نحن في تجربة نحن في عبادة ونحن في اختبار وفي ابتلاء فاذا كان تفكيرك رباني مصدره القرآن الكريم والسنة النبي المطهرة فانت من اهل الله واذا كان تفكيرك له مصادر اخرى غربية وشرقية مادية وغيرها فهؤلاء اولياء قد قد يضلونك على الطريق المستقيم لانهم اصلا غير متوضئين ولا راكعين ولا سجدين ماذا تنتظر منهم اذا سمعت مثلا بان فرويد يقول بان اصل الوجود هو الجنس الجنس هو كل شيء وكل شيء نابع من الجنس فهناك اناس ذهبوا مع الجنس وانتجوا افلام ومسلسلات وكل تصرفاتهم نابع من الجنس في اخرى مثل ماركس كان يقول الصراع بين البشر هو حول التروة وحول امتلاك المال الصراع بين الاسياد والعبيد والصراع ما بين الارباب العمل والعمال الصراع من اجل التروة عن المال فكانت تفكيرهم كله تحصيل المادة الى ذهبنا الى داروين مثلا يقول لا البشر اصله كرد فانت قرد افعل ما يحلو لك وكن حيوانا شهوانيا ولا تنظر الى الحلال والحرام والحياء كل ذلك عقد نفسية وقس على ذلك كلام كثير عند الاتجاهات فربنا عز وجل يقول اياكم يا عبادي منكم من سوف يكونه عنده تفكير نوراني رباني من انوار الوحي ومنكم من سوف يكون عنده تفكير بشري متحدد لأناس ما سلوا ولا ركعوا ولا سجدوا ولا حتى توضأوا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ثم يعطينا ربنا عز وجل مثال للتأريخ والحضرات والأمم السابقة فيقول وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ربنا يقول يا اهل النظر انتم تدرسون التاريخ لعل عندكم دراية كبيرة بالتاريخ وبالأمم السابقة قم الفراعنة والاغريق والرومان والويندال والبيزنطيهين وقرأتم عن اقوام نوح وجديس وارم وغيرها من الاقوام ففي كل قرية اذا كانت من اهل الايمان واليقين ربنا يباركها ويقول عنها بلدة طيبة ورب غفور لكن هناك قرى وتجمعات بشرية اهل الايجابات كانت من اهل دراية ومنكرة للدين ومنكرة لليقين ماذا كان مصيرها ربنا عز وجل اهلكها وكم من قرية اهلكناها ابحث وقم باحصاء عدد القرى التي تم احصاء تم تدميرها من يقرأ التاريخ القديم والتاريخ الوسيط سوف عنده اطلاع حقيقي وكامل كم من الضمار والخرب وقعوا العياد بالله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون حينما يأتي البأس الإلهي يأتي في وقت الغفلة ما معنى بأسنا يعني عذابنا قد يأتي زلزال بركان فيضمات قد تأتي إعصارات أمراض معدية والعياد بالله فجاءها بأسنا بياتا بياتا يعني ليلا النس نائمون فإذا بهم تقع هناك كوارد طبيعي والعياد بالله أو هم قائلون وقت القيلولة وراء الطعام وقت الغداء الأنس يقيلون فالليل هناك النوم وقائلون في القيلولة هناك نوم بمعنى أن العذاب يأتي عن وقت الغفلة فالإنسان مما عنده عقل وعنده إدراك وعنده فهم فهو محدود في أي لحظة قد يتعب وقد يغفل وهنا قد ينتقم رب العزة ويبدي جبروته فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كثير من هؤلاء حينما حل بهم العذاب وحل بهم البأس سوف يعترفون بأنهم كانوا ظالمين وسوف يستغفرون المولى عز وجل ويتب عليهم ربنا هنا يقدم لنا نماذج بشرية لأن فيما بعد سيحدثنا عن قصة آدم كيف أنه ندم أما إبليس فإنه رفض أن يندم إبليس متمرد يخطأ ويقول نعم أخطأت وسأبقى على خطأي متمرد عصيان وطغيان لكن آدم عليه السلام أخطأ أي نعم لكنه استغفر وأناب وشعر بأنه قد ظلم نفسه وطلب من الله تعالى الغفران فهؤلاء القرى ماذا قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ربنا يخبرنا بأن يوم القيامة هناك السؤال القيامة يعني قيام من الموت والبعت والنشور ستكون هناك حياة أخرى فيها أسئلة وكأنها محاكم سوف تنصب لكي يسأل كل مننا على ما يفعل الكل سوف يسأل الذين أرسل إليهم يعني الشعوب والأمم وحتى المرسلين أيضا المرسلين هل قمتم بواجب الدعوة وواجب التبليغ أم لا كسيدنا يومس عليه السلام لما تعب من قومه تركهم ورحل في السفينة ولكن الله تعالى اعترض طريقه بالغرق فالتقمه الحوت فلا بد للمرسل أنه يكون على قدر المسؤولية يسأل هل أديت الأمنة أم لا هؤلاء الأنبياء المرسلون والمرسل إليهم وهم الأمم أيضا يسألون ماذا كان موقفكم إذا الدعوات الربانية هل أخذتموها بصدق أو يقين أو قلتم هذا كلام قديم وزهدتم فيه فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله تعالى يخبره أنه سوف يقص علينا كل شيء قصص الأمم الماضية وقصص الأمم المستقبلية وحينما يبعتنا بعد حياة طويلة سوف يحكي لنا كل شيء سوف نرى بأن تاريخ البشرية عبارة عن فيلم قصير فيلم قصير جدا هذه المئات سنين أو آلاف سنين هوادي الأحقاب كلها سيجمعها الله تعالى في كتاب يوم نطوي السماء كطي استجيل الكتاب والسماوات مطوية بيمينه سيطوي الله تعالى الزمان والمكان وسيعرض علينا فيلما وثائقيا قصيرا هو حياتنا في هذه الدنيا فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين الله تعالى حاضر معنا في كل وقت وحيم حاضر مع الجميع حاضر معي الآن هنا في مجلسي وحاضر معك أنت هناك في مجلسك وحاضر مع كل الأمم وكل التقافات وكل الشعوب في الليل والنهار في السفر والحضر في اليقظة والنوم حاضر في كل وقت وحيم لا يغيب على مدار الأربع وعشرين ساعة الله تعالى معنا حاضر وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يحدثنا الله تعالى هنا عن مشهد يوم القيامة موازين الموازين الحقة هناك ميزان يوضع غريب جداً هذا الميزان لا يشبه الموازين التي في حياتنا الدنيا ليس كميزان باعي الخضر أو باعي اللحم ولا كميزان الحرارة ولا كميزان الرطوبة ولا كميزان الضغط لا هذا ميزان آخر ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فربنا عز وجل لأنه حاكم عادل الله تعالى يقول لن أفرض عليكم شيء سأترق أعمالكم تحكم عليكم أعمالكم ما كسبتموه بأيديكم وأرجلكم وأعينكم وأبصاركم وألسنتكم هي التي سوف تحكم فلما يوضع الميزان ميزان غريب توضع الأعمال في كفة توضع الحسنات وفي الكفة الأخرى توضع السيئات وهنا سميت سورة الأعراف لماذا سميت الأعراف بالأعراف لأن ربنا سوف يحكي لنا فيما بعد عن الأقوام هناك أهل الجنة وأهل النار وبينهما هناك أهل الأعراف الأعراف هو حجاب أو هو سور ما بين الجنة والنار أناس سيبقون في الوسط ما هم من أهل الجنة وما هم من أهل النار عندهم حسنات استطاعوا بها أن يتجاوزوا دائرة النار لكن لم يبقى لهم شيء من الحسنات يدفع بهم إلى دائرة الجنة بقوا في ورطة يسمون أهل الأعراف يعني في منزلة بين المنزلتين فربنا عز وجل سوف يضع هذه الموازين فيقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون طوبى لأهل الإيمان وطوبى لأهل اليقين وطوبى لأهل الصلاح لا يغر أنكم كلام الناس أنتم على الطريق المستقيم سيروا وبارك الله لكم فيه احرصوا على أن تكون موازينكم ثقيلة فمن ثقلت موازينه الميزان يتقل بماذا؟ بأول شيء يتقل الإيمان يتقل الميزان بكلمة لا إله إلا الله ويتقل بالعمل الصالح من صلاة وصيام وحج وعمر وزكاة وبر الولدين وصلة الرحم وقضاء حوائه الناس ونشر السلم والأمان بين الخلق وأن تقف أمام وجه الظالم تقول له كف عن ظلمك وتغير المنكر كما تأمر بالمعروف هذا كل أعمال صالحة وتصبر على الأدى وتسامح من أداك تصل من قطعك تعفو عن من ظلمك تحسن إلى من أسأليك كل أعمال طيبة ثم الباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل الأذكار اليومية والصباحية والمسائية هنا تثقل الميزان حتى قال النبي الكريم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان رب العظيم اللي مرقى ميدير واللي ما عرف ميدير ما يشغل بالبواله يقول هذا كلمتين فقط يقولهم دوما وأبدا سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم هكذا قلها بدون انقطع وبدون عد في الطريق في الطلوع في النزول عند النوم في أثناء عملك قلها دوما تثقل الميزان فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفلاح الحقيقي أي خسرة وقعت لك في الدنيا إياك أن تختم أنك لم تكمل دراستك وبعم وإذا لم تكملها ما الذي يقع أنك لم تحصل على عمل المناسب وبعدين لا شيء أنك لم تتزوج الزواج الرومانسي الجميل الذي كنت تحلم به وبعدين لا شيء أنك لم تسكن السكن الذي كنت تتمنى لا شيء أنك لم تحصل على فرصتك في الدنيا كل لا شيء أي شيء إن ضع لك الدنيا كلها على بعضها لا شيء الفلاح الحقيقي هو هذه الأعمال الصالحة ومن أقوها الصبر الصبر على البلاء الصبر على المصائب المؤمن دائما صابر والصبر عظيم وربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يثق الميزان الحمد لله نحن في برنامجنا هذا كنتسمع مكالمات دي الصابرين والصابرات ودي الضعفاء والضاعفات ودي لما عندهم ظهر وما عندهم حض في الحياة كنتقول لا يهمك أي شيء إذن امشي كل شيء كل شيء كل شيء لا قيمة له ما دام عندك قوة الإيمان وعندك قوة اليقين وأنك إذا سمعت الله أكبر حي على الصلاة تشمر عن ساعديك وتتوضأ وتصلي جاء رمضان تسعد بصيامه إذا كان عندك قسط المال تؤدي زكاته وتنتظر أن يمنى الله عليك بحج أو عمره وما جاءك من الخير فمن عند الله وما لم يأتك فقسمة عادلة من عند الله مرحبا هذا ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين هم هم المفلحون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الخسران الحقيقي مشي في الدنيا هالدنيا قصيرة سرعا ما سوف نرحل جميعا لكن الخسران الحقيقي في الدار الآخرة هذا كوى الخسران الحقيقي الكبير حيث لا ينفع الندم أي شيء يضع لك في الدنيا ما تبكيش ما تحزنش ما تزوجتيش أو تزوجتي وتطلقتي ما عندك ولاد أو عندك ولاد وخرجوا مشيهم هادوك كنت فقير طردك من الخدمة وجرتك بسيطة حياتك ضنكة كل لا يهم ابتسم واضحك للحياة ولا يهمك الناس حديث عن الأزمات المؤمن ما عنده أزمة المؤمن عنده الرضا لكن الخسر الكبرى في الدار الآخرة قد تربح كل شيء هناك من يربح كل شيء عنده مناصب وعنده تروات وعنده كلمة مسموعة وأمره مطاع وحصل على الملايين ولكن إذا ضيع الدين ضع كل شيء خفت موازينهم لأن هذه حطام الدنيا لا ينفع في الآخرة في الآخرة لن تأخذ معك الدرهم والدينار والبقع الأرضية والممتلكات لمسجنة في المحافظة العقارية كل هذا لن تأخذه معك لن تأخذ معك إلا العمل الصالح فالذين يهتمون بالدنيا ومتاعها وينسون العمل الصالح أو الذين يحاربون الدين ويحاربون أهل الإيمان ويطعنون في القرآن نسأل الله السلام العفية هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون هذا هو الخسران الحقيقي هذا هو الخسران المبين أما كنا في الدنيا لا يهمك ثم قال الله تعالى يذكرنا بالنعم يا عباد الله اذكروا نعم الله عليكم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين هنا ربنا عز وجل يذكر كل الخلق ليس المسلم ولا اليهودي ولا النصراني ولا الملحد ولا الأوروبي ولا الإفريقي ولا الأسيوي ولا الأمريكي هو يخاطب كل الخلق كلنا من آدم وآدم من تراب كلنا إخوة في الخلق من آدم وحواء يقولنا الله تعالى ولقد مكناكم في الأرض انظر إلى كيف أن الله عز وجل جعل هذه الأرض جعلها منبسطة وجعل الهواء والتربة والمداخ وجعل أشعة الشمس وجعل نوميس الكون وقوانين الكون كلها ميسرة في صالح الإنسان ومكننا منها مكننا من اختراع الكهرباء ومن اختراع آلة الري ومن اختراع الطيران والسيارات واختراع كل شيء مكننا من كل شيء سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ربي عز وجل يسرها خلال الأرض منبسطة فيها النباتات فيها الحقول فيها الأزهار فيها المواشي فيها كل شيء فيها الكروم فيها اللحوم فيها الخيرات كلها احصي 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 لن تحصيها أبدا ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وكأن ربنا عز وجل يتحصر على هذا الإنسان كيف أنه خلقه الله تعالى وأعطاه كل هذه الخيرات السماء والأرض وأعطاه المياه وأعطاه البحار والأشجار والبراري والنباتات والخيرات كلها لكن من يشكر رب العزة إلا القليل القليل من يقول حمدناك يا رب وشكرناك على هذه النعم الكثير يقول هذا من حقي وأنا أعيش كيف لا ينتبه لا يكاد الغفلة تحجب عنه الحقيقة فلا يشكر نعمة الله لهذا المؤمن عليه أن يشكر الله دائما يا رب لك الحمد والشكر أن جعلتني مؤمنة يا رب لك الحمد والشكر أنه وهبتني السمع والبصر يا رب لك الحمد والشكر أنه وهبتني لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة الله بلك الحمد والشكر أنك جعلتني من أهل الإيمان لك الحمد والشكر أنك أكرمتني إذا أكلت الأكلة الأكلة إذا أكلتها قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة إذا ركمت في الدابة أو السيارة ووصلت بسلام وأمام قل الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كاننا مقرنين إذا رأيت زوجتك أولادك أحبابك قل الحمد لله الذي وهب لهذه العائلة طيبة وهذه الوجوه الخيرة دائما أحمد الله واشكره لكن الناس لا يشكرون قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم يذكرنا الله تعالى بأول الخلقة هنا سوف ينتقل المشهد القرآني إلى الماضي الصحيق إلى أول صفحة في تاريخ البشرية أن الله تعالى خلقنا نحن كنا عدما كلنا جميعا كنا عدم لم نكن تراب نحن كنا عدم وبعد العدم صارنا تراب ومن التراب سيخلقنا الله تعالى وينفخ فينا الروح ويصورنا شوف الصورة لك حال جميلة انظر إلى المرآة انظر إلى الجمال الرباني الإلهي كيف خلقك كيف سواك ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجودوا لآذم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين هنا ربنا عز وجل سوف يدخل بنا إلى دائرة للأول صفحة في تاريخ البشرية الصراع بين الحق والباطل طبيعة الإنسان وطبيعة الملائكة وطبيعة البشر ثلاث مكونات في الوجود ثلاث مخلوقات الملائكة أجسام نورانية جبلوا على الطاعة إبليس وجنوده مخلوقات نارية جبلوا على المعصية والتمرد الإنسان مخلوق ترابي جبل على الطاعة وعلى المعصية جمع بينهما مراكق طيع مراكق عاصي وكيف يمكن أن يحافظ التوازن هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في حلقة الغد حينما ننظر في تتمة تفسير سورة الأعراف وسوف نسبح في ملكوت الله سوف نذهب عند أمم أخرى ونذهب إلى عالم الضر أول الخليقة ونذهب إلى آخر الخليقة وسوف نجد حلاوة القرآن الكريم في قلوبنا وصدورنا فاللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وتجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من أحب الخلق عند الله الذين يتواصون الإخوة والأخوات الأحبة والأحباب هذه أمور بسيطة لكن نغفل عنها فلا بد أن نذكر أنفسنا بها ويوصي بعضنا بعضا وهؤلاء ربنا عز وجل قال فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله